السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة التبلومات الفنية الشابة المعمارية النهاردة حلقتنا بخصوص صف الأول برنامج فني عمال التشتبات المعمارية والحلقة دي بنكمل بها الحلقة السابقة لوحدة العدد والأدوات والخامات احنا كنا استعرضنا بعض العدد والأدوات في الحلقة السابقة وكلمنا على العدد ازاي بعمل لها السيانة وباستخدمها في ايه الأنواع العدد بتاعتي أنواعها ايه باستخدم كل عدة وليها استخدام معين ما ينفعش أستخدمه في غير استخدامها يعني مثلا لو أنا عندي المنشار بتاع الخشاب ده ما ينفعش أطع به الحديد طبعا هيبوز فكل عدة لازم أستخدمها في الغرض اللي هي معمولة لي وطبعا بعد استخدامي ليها لازم أعمل لها الصيانة اللازمة بتاعتها وقبل كده لازم أكون عندي دراية بازاي أستخدم الحاجات دي وإيه هي إجراءات السلامة والصحة المعانية الخاصة بكل عدة أو أداء باستخدمها وأنا شغال فنجي نعمل مراجعة للي خدناها قبل كده احنا عندنا الوحدة بتاعتنا كانت بعنوان العدد والأدوات والخامات المستخدمة في أعمال التشتبات الوحدة دي زي ما قلنا احنا عندنا كل وحدة بتتكاوى من عدة مخرجات تعلم عندنا أول مخرج تعلم يحدد ويجهز أدوات ومعدات وخامات أعمال التشتبات إزاي أن أعلم الطالب أن هو يحدد العدد اللي هو هيستخدمها في التمرين ده ويجهزها يعني هو يحدد الأنواع اللي هو هيستخدمها عندنا عند التمرين ده زي ما قلنا قبل كده أن كل تمرين ليه عدد خاصة بيه أن أنا هتقدي لي الوظيفة اللي أنا محتاجها فلازم أعرف أحدد التمرين ده محتاج إيه إيه العدد اللي أنا هحتاجها في التمرين دوت وهستخدمها في التمرين دوت وببدأ بناء عليه بعد ما حددتها أجهز العدد بتاعتي والأدوات اللي أنا هستخدمها في التمرين بعد كده يستخدم أدوات ومعدات وخامات التشتبات ده المخرج التاني بتاعي إزاي بقى أستخدم بعد ما حددتها وجهزتها إزاي هستخدمها كل معدة ولها استخدام خاص بيها فلازم يكون عندي دراية بطريقة الاستخدام بتاعتي ثالث مخرج تعلم بتاعي ينهي أعمال الصيانة والتشوين للأدوات والمعدات والخامات المستخدمة في أعمال التشتبات أنا بعد ما استخدمت الأدوات بتاعتي والمعدات بتاعتي لازم أعمل لها صيانة لازم أحافظ عليها لازم أول بأول بشوف العدة بتاعتي بعد ما خلصت الشغل بتاعي بأنظافها كويس بعمل لها صيانة لو العدة من الصاج ببدأ أدنى زيت عشان أحافظ عليها ما تتعرضش للهوى والرطوبة وتبدأ تصدي فأجل أشتغل بعد كده ألايا مصدية مرة مع مرة بتيحصل فيها برومة وبالتالي العدة بتاعتي بتضعف أو بتبوز بسرعة وبالتالي عمراء الافتراضي بيقل فلازم يبقى عندي دراية إزاي أعمل الصيانة بتاعتي والعدد بتاعتي أول بأول بعد كده تشوين العدد بتاعتي لازم أكون عارف كل عدة أشيلها إزاي أو أخزنها إزاي في المغزن بتاعي أو في الدولاب العدة بتاعي كل عدة ولها طريقة طبعا في تخزنها يعني عندي عدة دقيقة زي ميزان الشرب مثلا أو الأجهزة المساحية طبعا ما ينفعش أحطها في وس العدد العادية لا داليهم علب مخصوصة بتحطي فيها وبتشال في مكان مخصوص لها عشان تحافظ عليها لأنها عدة دقيقة ولو اتخبطت أو اتعرضت للسقوط يحصل فيها مشاكل فلازم يبقى لها دولاب خاصة بيها وطريقة تشوين أو تخزين خاصة بيها هنيجل بعد كده احنا عندنا المتطلبات السابقة لدراسة تعزيل وحدة زي ما قلنا قبل كده ان كل وحدة لازم يكون لها متطلبات سابقة يعني لازم يكون استفدت الخبرة لازم خبرات معينة يكون عندي عشان ينفذ الوحدة ديت فبالنسبة لنا وحدة لعدة الأدوات هي تعتبر تاني وحدة للصف الأول فكان قبلها وحدة السلامة والصحة المهنية وإحنا قلنا وحدة السلامة والصحة المهنية من الوحدات المهمة وهي أول وحدة لطلبة الصف الأول جميع شعب العمارة وجميع البرامج سواء تشتبات معمرية أو مباني أو صحي أو خرصانة كل البرامج لازم لطالب بتاعي يبقى مدرب على إجراءات السلامة والصحة المهنية وزي ما انتو شايفين كل وحدة يعني هي في وحدة في الأول خالص أول درس أو أول وحدة عندي هي وحدة السلامة والصحة المهنية بدربه على احتياطات السلامة ككل بس أنا في بداية كل وحدة أو كل مخرج تعلم بقوله إيه اللي احتياطات اللازمة في الجزء ده إيه اللي هتستخدمه في الجزء دي يعني مثلا هنقول مثال كده في حياتنا أنا هعدي الشارع هعدي الطريقة وهعدي الشارع فأنا محتاج إيه اللي احتياطات هحدد الأول المخاطر اللي أنا ممكن هتعرض لها وأنا بعدي الشارع إن أنا ممكن عربية تصدمني فإيه اللي احتياطات بقى اللي أعملها إن أنا أستنى لما الشارع يفضى وعدي لو في إشارة مرور هستنى لما الإشارة تقفل وهعدي نفس المثال ده بنتبقه معنا أنا إيه المخاطر اللي ممكن هتعرض لها وأنا بستخدم المعدة دي أو بنفذ التمرين ده لما هعرف أحدد المخاطر بتاعتي بناءً عليه هعرف إزاي أتلاف المخاطر ديت أو هستخدم المهمات اللي أنا هستخدمها من مهمات السلامة هحدد المهمات السلامة بناءً عن المخاطر فبالتالي هستخدمها فبالتالي هتلاف حدوث المخاطر ديت هنيجي بعد كده أول معيار أداء عندنا معيير الأداء لمخرج تعلم رقم واحد إحنا زي ما قلنا عندنا ثلاث مخرجات تعلم فعندنا لكل مخرج تعلم معيير أداء خاصة به فعندنا معيير أداء لمخرج تعلم رقم واحد اللي هو كان يحدد ويجهز أدوات ومعدات وخمات أعمال التشتبات فعندنا أول معيار أداء زي ما احنا اتفقنا لكل مخرج اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية دي هتلاقيها ثابتة أي مخرج تعلم أو أي مخرج تعلم هبدأ أدرسه أو هبدأ أنفزه لازم أكون عارف أو عندي علم ودراية بإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية الخاصة بالمخرج ده بعد كده يحدد المهام المكلف فيها وفقا لبند الأعمال إزاي أعرف أحدد إيه المهام اللي أنا هعملها أو إيه المهم اللي أنا هعملها وبالتالي لما أحدد المهمة اللي أنا هعملها هعرف أحدد العدد اللي أنا هستخدمها هنيجي بعد كده لمعيار الأداء التالت اللي هو يجاهز العدد والأدوات والخمات اللازمة وفقا لبند الأعمال طب أنا طبعت إجراءات السلامة والصحة المهنية وبعد كده حددت المهام المكلف فيها بعد كده بجاهز العدد والأدوات بتاعتي والخمات اللي أنا هستخدمها في تنفيذ المهمة دي أو التمرين ده هنيجي بعد كده المعيين الأداء لمخرج تعلم رقم اتنين اللي هو كان عندنا اسمه يستخدم أدوات ومعدات وخامات التشجيبات عندنا أول حاجة زي ما تفقنا أنها اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية اتنين يستعمل خامات أعمال التشجيبات طبقا لأصول الصناعة زي ما احنا قلنا برضو أن كل معدة لها استعمال خاص بيها كل خامة لها استعمال خاص بيها وبستخدمها في إيه وإيه الغرض منها زمن الشك بتاعها إيه الاحتياطات اللي أنا أتبعها وأنا بشتغل بالخامة دي لو هي خامة خطرة أو فيها مواد سامة أو بتطلع أبخيرة سامة فلازم أخذ الاحتياطات اللازمة في التعامل معاها بعد كده يتبع الإجراءات الصحيحة في استخدام الأدوات والمعدات اللازمة لأعمال التشجيبات طبقا لأصول الصناعة هنيجي بعد كده للمخرج التعلم رقم 3 اللي هو ينهي أعمال السيانة والتشويل للأدوات والمعدات طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده أن أنا عشان أحافظ على المعدة بتاعتي لازم أعمل لها سيانة أول بأول وشونها أو أشلها في المكان الخاص بيها سواء معدة أو خامة فعندنا أول حاجة اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المعنية 2 ينظف الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التشجيبات طبقا لدليل السيانة 3 يشون خامات أعمال التشجيبات طبقا للإجراءات في الورشة أو الموقع 4 يتبع إجراءات السيانة اليومية البسيطة لكل أداء ومعدة وفقا لدليل السيانة 5 يخزن أدوات ومعدات أعمال التشجيبات بالطريقة الصحيحة وفقا لدليل التشغيل هنيجي أول حاجة اتباع قواعد الأمن والسلامة والصحة المعنية نحن نقوم بقى معيار كل معيار أداء هنبدأ نشتغل عليه فأنا عندي أول معيار أداء عندي كان اتباع قواعد الأمن والسلامة والصحة المعنية عندي أنواع المهمات الوقاية الشخصية دي الحاجات اللي هي هتقيني شخصيا فعندي الملابس الواقية اللي هي كانت زي الأفارول أو البلتو اللي أنا باستخدمه عشان يحمي جسمي أو يحمي الملابس بتاعتي بعد كده معدات حماية الرأس اللي هي الخوزة أو الخوزة بتاعتي اللي أنا باستخدمها عشان تحميني من الصدمات أو السقوط أو لو أنا هقع ولا حاجة أو لو في حاجة سقطت علي من الاتفاع معدات حماية الجهاز التنفسي طبعا اللي هي زي الكمامة ما بتبدأ من الكمامة العادية لغاية الأقنعة اللي هي بتكون مضادة للأبخيرة السامة أو المواد الكيموية يعني لو هتعرض لغبار أو تراب هستخدم الكمامة العادية لو هتعرض لأبخيرة سامة هستخدم كناعة واقي طبعا بيبقى هو معمول مجهز عشان يقيني من الأبخيرة ديت معدات حماية اليدين للكفازات زي ما احنا قلنا كلمنا عليها في الحلقة السابقة بعد كده معدات حماية القدمين نفس الحكاية اللي هو الحزاء أو السيفت بتاعي برضو ده بيحميني بيحمل القدم بتاعتي من لواء على رجل حاجة أو بيبقى سطحه خشم من تحت عشان لو اتعرضت للتزاحلوك أو حاجة بيقلل فرصة التعرض للتزاحلوك برضو نفس الحكاية بيبقى قوي ما بيخترقوش المواد الحادة لو فيه مصامير مرمية في عرض الموقع بتاعي أو مواد حادة ما تخترقش وتوصل للقدم بتاعتي وتزيني معدات حماية الوجه والعينين طبعا أنا بيبقى فيه بعض المهن أو بعض التمرين إن أنا بنفزها بيبقى فيه ممكن بيطلع رايش أو نار مثلا زي بتاع اللحام بيطلع رايش أو رزاص كده بيبقى من نار لازم ألبس واقل الوجه وبيحمل الوجه بتاعي والعينين بتاعي لو أنا بستخدم صاروخ وبسن مثلا عدة ولا حاجة على حجر جلخ فطبعا بيطلع رايش من الحديد فلازم أكون مستخدم الحماية الوجه والعينين هنا عندنا الصورة دي بتوريني المهمات الوقاية عندنا الخوزة هي بتستخدم الحماية الرأس الأفرول عشان حماية الجسم الكفازات عشان حماية اليدين الحزاء عشان حماية القدمية أهم الإجراءات التي اتباحها بقى إيه الإجراءات اللي أنا المفروض أتباحها عشان أطبق قواعد السلامة والصحة المهنية واحد ترتيب مكان العمل وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية هرتبه ازاي أول حاجة وضع العدد والأدوات في المكان المخصص لذلك حسب أنواعها واستخداماتها اتنين وضع العدد والأدوات التي تستخدم بشكل مستمر أقرب تلاتة يجب أن لا يكون مكان العمل مقدسا بالقطع الخام والقطع الجهزة يجب أن يتوفر بالورشة أرفف ودوليب لحفظ العدد والآلات والقطع يعني إيه إن أنا العدد بتاعتي لازم أرصها في مكانها يعني كل عدة بيبقى لها مكان خاص بيها لازم وأنا بشتغل بيها وأنا جايبها بجهزة عشان أشتغل بيها برصها في الأولويات التشغيل يعني أنا مثلا عندي العدد دي هاستخدمها في الأول فتبقى في الأول برتب العدد بتاعتي في عدة باستخدمها كتير وفي عدد باستخدمها قليل القليل دي باستبعدها ببعيد شوي عشان ما تعقنيش وأنا شغال وممكن تقع وأنا شغال على رجلي أو تأذي حد شغال معايا فتجيز العدد أو رص العدد بطريقة معينة أو مرتبة ده بيسهل علي الشغل داخل الورشة أو داخل الموقع بعد كده إزاي أشون بقى العدد دي أو إزاي أحافظ عليها وأبعمل لها الصيانة بتاعتها برصها بطريقة معينة كل عدة لها مكان خاص بيها في الدولاب بتاعها بعد كده لازم في الورشة يكون في أرفف ودوليب لحفظ العدد دي كل عدة في عدة ممكن نحطها على الرف عشان حجمها كبير في عدة تتحط جوة الدولاب لو حجمها صغير وبتترص في عدة بتتعلق على الحائط أو جوة دولاب العدة في عدة بشونها في المغزن بتبقى زي البراويتة مثلا أو عربة النقل للمخلفات دي طبعا بحطها في المغزن بتاعها أو مكان التشوين بتاعها نرجع للشريحة بتاعتنا ويجب حفظ الرسومات المختلفة المراد تنفيذها في أماكن واضحة يسل الطلاع عليها طبعا أنا بيبقى عندي رسومات بنفس بها التمارين بتاعتي لازم بحطها في مكان واضح بتبقى لوحة كده بنتعلق على الحيطة بحط الرسومات بتاعتي عشان لما أجي أعرف المأسات بتاعتي أو واعمل لها دراسة واعرف المأسات اللي أنا هنفزها بتبقى في المكان ظاهر أعرف اتطلع عليها بسهولة وأنا شغال وتبقى مفروضة قدامي على اللوحة وبعرف المأسات بتاعتي وأثناء التنفيذ محتاجش إن أنا كل شوية أفردها وافتحها فبالتالي هتبقى معرضة إنها تطقطع أو معرضة إن أنا وأنا شغال يقع عليها مية أو رسومات بتاعتي البوز فلازم الرسومات بتاعتي بحتفظ بيها في المكان الخاص بيها يجب وضع ادوات النظافة ومخلفات التشغيل في مكان بعيد عن حيز الماكينات طبعا ادوات النظافة ومخلفات تشغيل لازم أبعد عن الماكينات ما ينفعش المخلفات بتاع التشغيل حطها جنب الماكينات هتعقني وأنا شغال على الماكينة وفي نفس الوقت ممكن تعمل لي مشاكل يجب أن تتوفر الإضاءة والتهوية في مكان العمل أن تكون طبيعية أو صناعية أو كلهما معا طبعا مكان العمل بتاعي لازم بيه إضاءة جيدة وتهوية الإضاءة ممكن تكون عبارة عن شبابيك لو أنا في الورشة بتاعتي أو أنا شغال في موقع العمل بتاعي شبابيك بتدخلي ضوء الشمس أو ضوء النهار بتدخلي فدي إضاءة طبيعية بستعين بكشفات ولازم تكون إضاءتها عالية عشان بتخليني المكان كويس عشان الرؤية وأنا شغال لأن الرؤية مهمة جدا وأنا شغال عشان برضو وأنا شغال أبقى شايف الشغل اللي أنا بعمله وفي نفس الوقت ما تسبب ليش مشاكل لو أنا مش شايف وفي حاجة ممكن تسبب لي مشكلة أنا مش شايفها وحط إيدي عليها فطبعا لازم الإضاءة بتاعتي طبقا قوية وطبعا التهوية دي من أساسيات الشغل فنفرض أن أنا شغال بأسمنت وبهز وكده فبالتالي بيطلع غبار ودخان من الأسمنت دوت فبالتالي لا هستنشقه لو التهوية مش جيدة هستنشقه أنا طبعا مستخدم الكمامة بتاعتي أو ومستخدم الكمامة الواقي الواقي بس لو تهوية مش جيدة هبصه لقى بعد شوية ما بقيتش شايف من الغبار ده حوالا فلازم هي وفي تهوية عشان الغبار ده يخرج من الفتحات بتاعتي اخلال مكان من المجلات المنتهية وضعها وتخزينها في المكان المخاصص طبعا أنا عملت مجلات وخلصت المجلات بتاعتي فلازم أخلي المكان بتاع العمل بتاعي مفضلش أخزم في مكان اللي أنا بشتغل فيه المشغلات بتاعتي ب spaليها مكان خاص بيها المشغلات المنتهية سواء بسبتها في مكانها او بشوف هي معمولة عشان غرض ايه بروح هنفزها في المكان بتاعها اللي هي معمولة دي او لو المشغولات بتاعتها هتتخزن في مخزن او هتتسلم لمسؤول المخازن بسلمها له وهو بيخزنها بمعرفته. عندنا الفيديو ده بيدل على الشغل زي بعمل الصيانة للعدب بتاعتي بعد ما بخلص الشغل بتاعي. فانا هنا بعد ما خلصنا الشغل بنبدأ ننضف العدب بتاعتنا زي ما انتو شايفين هو مسك المقاشاطة وبينضف بيها اليد بتاعة السكينة. من البقايا الجبس بعد ما اشتغلت بيها. والنصاب بتاعها اللي هو الصاج او الصلب بيبدأ ينضفه. نفس الهكاية بنضف المقاشاطة بتاعتي. طبعا عارفين ان الجبس خطر على الصاج او الحديد لانه بيسبب له صدى. الجبس لو اصيبته على الحديد او الصلب بيسبب صدى. فلازم عشان اشيل الجبس ده بعمل ايه? بمسك الحديد بتاعي او العدة بتاعتي وبدهنها طبقة من الزيت. طبقة الزيت دي بتشيل اثار الجبس اللي هو كان نعالج عليه وفي نفس الوقت بتبقى طبع عزلة عشان المعدة بتاعتي او الاداة بتاعتي ما تصديش. زي ما انتم شايفين كده دي اعمال الصيانة للعدة بتاعتي اللي هي كانت تعتبر معيار. معيار من معايير الاداء بتاعتي في التنفيذ. فلازم ان انا اهتم بالعدة بتاعتي وانضفها كويس. واتعامل مع كل معدة ازاي بعمل لها الصيانة بتاعتها. فكده انا بعمل الصيانة الخاصة بالمنشار او الخاصة باي حاجة معدن. فيها حديد. سواء صوج او صلب. لازم ادهنها زيت واعزلها. وبعد كده بشيل بقى بنضفها بحطة قماش نضيفة كده. بشيل البقايا بقى بتاعت الزيت والبقايا بتاعت الجبس بتاعتي. من على المنشار يبس سلح بتاعه نضيف. فبالتالي اعرف اشيله واحفظه في مكانه كويس. بعد كده في الدولاب بتاعه او اعلقه في المكان المخصص ليه في الورشة بتاعتي. زي ما انت شايف الطالب بينشف اي بقايا او اثار الجبس لازم يشيل اثار الجبس خالص من على السلاح المنشار بتاعي. انا عندي نوع تاني من انواع المنشار. ده اسمه منشار الزهر. تاني كان اسمه سرات مساح. نفس الفكرة ونفس الصيانة بتتم عليه برضو بدهنه بالزيت. زي ما انشايفين كده. اي حاجة مصنوعة من المعدن واشتغلت بها في الجبس لازم اعزلها بالزيت. اول باول. لان لو سبت الجبس ده هيتفعل مع الهوى. وهو طبعا رطب. لان انا شغال بيه وكان بتمقلبه بماية فرطب. هيتفعل مع الهوى. وهيبدأ يكون صدى وبرومة في المعدة بتاعتي. فده هيقلل من عمرها الافتراضي. نيجي بعد كده المقشاطة بتاعتنا برضو نفس الكسة لانها برضو من الصاج او المعدن او الصلب. حسب نوعها. طبعا افضل انواع العدد اللي هي مصنوعة من الصلب. اولا بتبقى عمرها اطول. عدة التعرضها للصدق بتبقى اقل شوية غير الصاج او الحديد العادي. ان الصلب بيبقى معالج ان هو يتحمل الصدق شوية. يعني او بيصدي اه بس ما بيبقاش بنفس نسبة صدق الحديد العادي او الصاج العادي. نفس الحكاية سكنت المعجون برضو. النصاب بتاعها او السلاح بتاعها بنظافه بالزيت. وببدأ نشيفه برضو. طبعا انا بنشيفه كده بيبقى في طبقة من الزيت موجودة عليه. ما بشيلش طبقة زيت كلها عشان دي بتبقى حماية من التعرض للعوامل الجوية ويصدي. فالزيت لازم يبقى موجود على المعدة. عشان احافظ عليها وانا مشوينها او شايلها بعد كده. لان العدد دي زي ما احنا قلنا ابليكاب طبعا معرضها للمية لان العجين الجمس داخل فيه مية وفي نفس الوقت لو سبتها وهي عليها بقايا الجمس وتعرضت للهوى هيحصل صدق في الجسم بتاعها وبالتاني هبوز وامرأة الافتراضي هيقل. نفس اللي بعمله برضو دي الكماشة بتاعتي اللي انا باخلع بها المصامير. برضو بعمل لها عمل السيانة بتاعتها ونظفها كويس من بقايا الجبس. وبعد هنا الزيت وبعزلها كويس عشان اشونها بعد كده. احنا هنا بعد ما نظفنا طبعا الفارما بتاعتي نظفتها والنميت الادوات بتاعتي وبعرصيتها كده الرصة بتاعتي عشان بجهزها عشان ارجعها الدولات بتاعها او احطها في المكان اللي هي بتتحط فيه او بتتعلق فيه. هنيجي بعد كده اهم الاجراءات التي يجب اتباحها الالتزام بالقواعد والسلوكيات المطبقة في مجال العمل. انا كل مكان العمل بتاعي او الورشة لها قواعد خاصة بيها او اه لها قواعد وسلوكيات خاصة بيها. ان انا ما ينفعش وانا شغال في وانا شغال بمعدة او اداة. انا انا وزميلي ان احنا نعذر بالمعدة دي او الاداة. فده سلوك خاطئ. ممكن اصيب زميلي لو انا بعذر معاه بالعدة او الاداة. لأ وقت الشغل ما ينفعش ان انا عذر بالعدة. فلازم اتبع السلوكيات والقواعد بتاعت المكان بتاعي. بتاع الشغل بتاعي دوت. لو انا شغال في موقع كبير. طبعا لازم بتتبع القواعد والاجراءات الخاصة بالموقع دوت. سواء اجراءات امن وسلامة او اجراءات طوارئ. لما في حالة حدوث خطر حريق او زلزال او حاجة من كده. لازم اتبع السلوكيات بتاعت الموقع دوت. ويكون على دراية كبيرة بالقواعد المنظمة للعمل في المكان دوت. بالنسبة للقواعد الصحة والسلامة المتعلقة باستخدام العادة الهدوية. عندنا استعمال العادة المناسبة من حيث الحجم والنوع لاداية العمل. ان انا بستخدم القواعد بتاعتي الخاصة بالعدد. ان انا بستخدم العادة والحجم بتاعها. يعني انا مثلا لو انا هشيل مثلا حاجة قيلة. فلازم استخدم معادة او اداة رافعة او رافعة اه للغرض دوت. انا هقطع مثلا في اخشاب. فلازم استخدم منشال الخشاب. يعني فاستخدم اداة تانية او فانا بحدد المعدة هستخدمها في غرض ايه. فده كل معدة وليها استخدام خاص بيها. لازم يكون عندي دراية بكل معدة باستخدمها في ايه والغرض منها ايه. استعمال العادة ذات الحالة الجيدة التي لا توجد بها اي تلافيات. انا عندي كل العادة لازم تكون كويسة. يعني حالتها جيدة. لذلك انا لازم كل مرة بعمل صيانة العادة عشان احافظ عليها. وتفضل بحالتها الجيدة. لو في معدة فيها مشكلة او فيها تلافيات هتعمل لي مشاكل وانا شغال بيها. يعني مثلا لو انا عندي صاروخ والاستوانة بتاعته فيها شرخ وانا شغال هتكسر وهتعمل لي اصابات بالغة وهتعرضني لمخاطر جامدة. فبالتالي انا لازم اشوف المعدة بتاعتي لو هي مش جاهزة او مش بحالتها جيدة بعمل ببعتها لفن الصيانة لو انا مش عارف اعمل لها صيانة في المكان بتاعي ببعتها لفن الصيانة وعشان تكون جاهزة وتأدي دورها على اكمل وجه وما تسبب ليش مشاكل. استعمال المعدة بالطريقة السليمة زي ما قولنا قبل كده ان انا عارف ازاي استخدم المعدة دي بمسكها من اليد بتاعتها. ممسكهاش من السلاح. لو انا بناول زميلي بامسك انا من السلاح وبناوله اليد تبع ناحيته. عشان هو بتناولها امسكها من اليد. لكن لو انا عكست الحكاية وانا امسكتها من اليد وبناولها وهو بياخدها مني ممكن السلاح بتاعها يجرحه. تخزين المعدة بعد الاستخدام طبعا زي ما احنا شوفنا الفيديو ان انا بعد الاستخدام بتاعي لازم اخزن العدة بتاعتي وانا اضافها كويس وبعمل لها عملية الصيانة اللي بتحافز عليها بعد ما كل استخدام. هنيجي نستعرض بعض العدد والادوات هنكمل بقى احنا للحلقة اللي فاتت استعرضنا بعد العدد والادوات. النهاردة هنستعرض باقي العدد والادوات المستخدمة في اعمال التشتباط. و هنشوف العدة كل عدة مواصفة طقيقة وبتستخدم فيه. فعندنا الفأس. الفأس ده عبارة عن يتكون من رأس من الحديد المطروك له حافة حادة ويتصل بها بيد خشبية ويستخدم في تقليب او صحب المونة. زي ما احنا شايفين الفأس اهو الصورة بتاعته قدامنا على الشاشة. ده السلاح بتاعه او الجزء اللي انا بستخدمه في الحفر او التقليب او سحب المونة او المخلفات بتاعتي. واليد بتاعته بتبقى يد من الخشب اسمه خشب الشوم. الخشب ده بيبقى قوي بيجي من شجر معين بيبقى قوي وبيستحمل ان هو بيبقى صعب ان هو يكسر او انا شغال به. يعني ان هو صعب ان هو يبقى عرضة للكسر. بيبقى متين شوية عن الخشب المسكي او الخشب البياض. هنيجل بعد كده المعدة اللي بعد كده اسمها المنجفرة. المنجفرة دي عبارة عن ايه? هي عبارة عن شكل متوازن مستطلات لا يد خشبية. مسبتة في احد وجهها. اما الوجه الاخر مسبت به كطع من الصاج الصلب المسنن كاسنان المنشار. فيه اوضاع واتجاهات مختلفة ومتعامدة ومائلة وجمعها في مستوى واحد. وتستعمل في تخفيف صمك طبقة البياض وازالة الزوائد. وايضا في تشير طبقة البطانة وزلك لاستقبال طبقات البياض الاخرى. انا عندي المنجفرة ايه? زي ما احنا قلنا الوصف بتاعها هي عبارة عن كطعة من الخشب. زي ما تشايفين مستطيلة. والناحية من ناحية فيها يد. اليد بتاعتها اللي انا بمسكها بينها وبستخدمها. والناحية التانية فيها عبارة عن اسلحة زي اسلحة المنشور كده. معمولة بشكل عكسي ومائل يعني السلح ده عكس ده. عكس ده. اللي هو نزام ايه? زي السلم كده. عكسة بعضية. دي انا بستخدمها في دي بستخدمها في تسوية السطح بتاعي لو انا بعمل بياض مصيص بستخدمها ان انا بسوي السطح بتاعي. بعمل تخشين بياض التخشين بتاعي بيها. لو انا هعمل طبقات ضهارة عليه. عشان اعمل ربط او بفتح مسام الحائط بتاعتي ان هي اشتغل بعد كده عليها. لطبقة الضهارة. لاستقبال طبقة الضهارة. يعني بعمل زي ايه? خشونة بالسنون ديت لما بمشيها على المحارة بتاعتي وهي طريقة. بتعمل لي زي خربيش كده. الخربيش دي بتبقى مسابة الخشونة بتاعتي. عشان لما اجي الطبقة اللي بعد كده تمسك فيها كويس. لو هي نعمة التماسك مش هيبقى كوي. لكن لو هي فيها الخشونة ديت بتعمل تماسك كوي. وبتساعد ان هي تفضل مدة طويلة ما تحصلش فيها تطبيل او تقع. وبتعمل ربط بين عمليات البيوت والاخر. هنيجي بعد كده للمعدة اللي بعد كده اسمها المنجلة. المنجلة دي عبارة عن ايه? عبارة عن فكين من الحديد الظهر الطري. احدهما سابت بالتازجة. بواسطة مصمارين لهم وردة. وصمولة في سكبين معدين لهم. والاخر يتحرك للداخل. مخترك ان الفك السابت. بواسطة عمود من القروز. ينتهي بزراعة لقدارته ويحتوي الفكين على خطعتين من الصلب. اللي هي بين قصين لقمتين او بيسموها في السوق لقمة او لقمتين. اللقمتين دول بغيرهم. يعني لما بيتاكلوا بغيرهم. ده اللي بامسك بيهم النموذج بتاع اللي انا عايز امسكه به سواء حتة صاج هبدأ اشيل منها الزوائد بتاعتها بالمبارد. فبسبتها باللقمتين دول بواسطة المنجلة. اللقمتين دول لهم اسنان مسبتان بالفكين بواسطة مصامير قلوز غاطصة. طبعا المصامير لازم تبقى غاطصة عشان الفكين ينطبقوا على بعض. لو مصامير البرزة الفكين مش ينطبقوا ومش هعرف امسك بيهم الساج او لاي حاجة سمكها قليل. حتى يمكن طبعا المصامير عشان اعرف استبدالهم بعد كده يعني الفكين دول قلنا او اللقمتين دول بيبسبتين على الفكين الرئيسيين بتوع المنجلة. فبالتالي دول باستبدالهم كل مدة. يعني لما بيبوزوا او بيضعفوا السنون بتاعتهم بتقل ببدأ استبدالهم وبجيب آآ بدالهم لقمتين حالتهم جيدة. وتستعمل في تثبيت المشغولات اللي تحتاج الى ابرادة او قطع. يبقى احنا المنجلة بتاعتنا دي بتستخدم في تثبيت المشغولات اللي تحتاج الى ابرادة او قطع. عندنا شكل المنجلة اهو. احنا قلنا الفك السابت اللي هو دوت وهزي مكان الخرم دوت وفيه الناحية التانية. دول اللي هما مكان المصمرين اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية. اللي بثبتهم في التسجى بتاعتي. ده الفك المتحرك. اهوت. زي ما انتم شايفين قدامكم على الصورة. وده الفتيل بتاعي اللي هو عبارة عن قلوز. ده مصمر طويل كده قلوز وفيه هنا صمولة جوه الجسم الفك السابت ده. لما بلفها يمين بتبدأ تضملي الفكين على بعض. الفكين دول. فبالتالي بامسك بيهم. ملفاش مال بتفتح الفكين وفك النموذج بتاعي او حتة الصاب او حتة الخشب اللي انا حطيتها وبعمل لها عملية برادة او نشر. عند اللقمتين اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هما دول زي ما انتم شايفين خشنين من جوه هما دول عشان يحكموا المسك بتاع الاشياء بتاعت اللي انا همسكها او الصاب او لو انا هستخدم لو انا هعمل مسلا اقطع في مصمار. عندي مصمار طويل ولا حاجة. بسبتو ببدأ بالمنشار اقطع الزيادة منه. فهي دي فايدة المنجلة بتاعتي. وزي ما انتم شايفين المنجلة بتاعتنا بتبقى بالشكل ده. المبارد عندي انواع كتيرة من المبارد. عندي مبارد خشابي ومبارد حدادي. والمبارد الحدادي في منها انواع كتير. يعني جوه المبارد الحدادي فيه عندي المبطط والدائري والنصف دائري. والمبروم ودي للفار. يعني المبارد كل مبرد بيقوم بوظيفة معينة. يعني مسلا النصف دائري ده لو انا ببرط في دايرة. لو انا بعمل دايرة في الصوج فببرط به هيعمل لي الدايرة او هيحافظ على شكل الدايرة. المبطط بعمل به الحاجات العدلة ببرط به الحاجات العدلة او الحاجات اللي هي زاوية. في عندي المبروم ده لو هي سجب صغير او او هعمل دايرة صغيرة حجم اصغر غير. يعني النصف دائري ده باستخدمه في الدوار الكبيرة. المبروم او ديل الفار بستخدمه في الدوائر الصغيرة او المحكومة يعني انا محكم بدايرة مقاس معين فبستخدم لها مبرد بمقاس صغير اللي هو بنسميه المبروم او ديل الفار. عندنا دي اشكال المبارد اللي كلمنا عليها فده ده ديل الفار او المبروم. ده المبطط اهو. ده نصف الدايرة. ده الخشاب اللي هو على يمين خالص. عندنا ده نوع اسمه المتلوت. ده المتلوت ده عبارة عن مسلس. شكل مسلس كده. ده بستخدمه في الاشكال اللي فيها زوايا او مسلسات. يعني هتديني شكل مسلس. فده بستخدم فيه المبرد المتلوت دوت. بيبقى زاويتين. آآ يعني بيعني كل ناحية بتديني شكل زاوية. فبستخدمه في الاماكن اللي هي على شكل مسلس. هنيجي بعد كده حاجة اسمها الفرر. يعني آآ او معدة من العدد اسمها الفرر. زي الفرر دي عبارة عن ايه? الفرر دي بيستخدمها في النحت والتشكيل. برضو بتبقى موجودة باشكال مختلفة ومؤسات مختلفة. دي اشكال الفرر زي ما انتم شايفين كده. كل شكل بيستخدم لحاجة معينة. فيه اللي هو الريشة ده. فيه اللي هو النصف دايري. فيه المدبب. كل حاجة او كل سلاح من دوت. وكل فرة لها سلاحين. سلاح من ناحية. وسلاح من ناحية التانية. شكلين مختلفين. فكل شكل من ده بستخدمه في النحت. لو انا بنحط شكل معين او انا عايز اعمل حفر معين بشكل معين. بس بس بحدد الفرر اللي انا هستخدمها اللي هتديني الشكل اللي انا عايزه. فدي بعض من انواع الفرر اللي انا بستخدمها في النحت والتشكيل. هنيجي بعد كده في حاجة اسمها الفك والربط. الفك والربط ده باستخدمه ايه? ده باستخدمه في ربط المصامير والفك بتاع المصامير. وممكن باستخدمه في ان انا ممكن اعمل بيه سكوب. بس طبعا سكوبها طيب صغيرة مش هينفع استخدمه في الخرصانات. الخرصانات لازم استخدم حاجة اسمها الهلتي. لكن لو انا هستخدمه مسلا هعمل بيه سكب في حتة خشبة او حتة صاج ممكن استخدمه هيساعدني في الموضوع ده. لكن لو انا عايز اعمل سكب في خرصانة او تكسير طبعا الهلتي الشنيور اللي فكوا الرابط ده مش هينفهم معايا. وده شكل الشنيور اهو زي ما انتم شايفين. ده شنيور شحن بيستخدم ببطارية دي بطارية شحن. ده طبعا عشان استخدمه وبحر الحركة به. وانا بربط لو حتة مزنوقة او حتة هربط فيها مصمار فبحر الحركة السلك ما يقيدنيش في الحركة بتاعتي. طبعا بيجي بالشكل دوت وبمعال بنت بتاعت الرابط بتاعته او بنت التخريم. بس زي ما احنا قلنا ده بيستخدم في تخريم حاجات صغيرة او بيستخدم في حاجة يعني السكوب صغيرة هخرم خرم فصاج هخرم في شباك الاموتال يعني بيستخدمه بتوع الشبابيك الاموتال اللي بيركبه اللي بيشتغلوا في شغل الاموتال انه هو بيخرم به في الاموتال فبالتالي مش محتاج مكاومة عالية لكن انا وانا هخرم في الخرصانة لازم يبقى اكون جهاز ذات مكاومة عالية او بتاعته والوضب بتاعه عالي عشان يديني الغرض اللي انا هستخدمه عشانه. هنيجي بعد كده الهلت اهو جي دوره اللي احنا قلنا بنتكلم عنه من شوية ويستخدم في عمل السكوب في الحوائط والخرصانات ويستخدم ايضا في عمال التكسير والنحت. وده زي ما اننا شايفين الهلت ده شكل الهلت بتاعي وفي منه اشكال كتيرة ده شكل العدل بيسموه في السوق شكل العدل وفيه شكل تاني اسمه كوباية بتبقى اليد بتاعته كبيرة شوية. وده زي ما قلنا ده بيستخدم في عمل السكوب في الخرصانات او بيستخدمه في عمال التكسير بتاعتي. هنيجي لحاجة بعد كده معدة بعد كده اسمها الساروخ. الساروخ ده برضو في منه مقاسات مختلفة وانواع وحجام مختلفة وكل النوع وكل حجم بيستخدم لحاجة معينة. ويستخدم في ايه بقى الساروخ عمتا فيه تقطيع وجالي الرخام وتقطيع السراميك وفتح شروخ المباني. بتاع عندنا شكل الساروخ اهو. الشكل ده بيبقى ثابت لكل الاحجام والانواع بس عندي منه اربعة بوصة وخمسة بوصة وسبعة بوصة وتسعة بوصة. ده بيفرق في حجم الاستوانة. يعني الاستوانة دي بتبقى اربعة بوصة اللي بتركب عليه. او خمسة بوصة. لغاية تسعة بوصة. في منه بيبقى فيه سرعات. بيبقى سرعة تلت سرعات او اربع سرعات. ده بيستخدمه في عملية بيستخدمه الناس بتاعدوكو او بتاع بيستخدمه في عملية الجالي او التلميع. فزي ما احنا شايفين الصاروخي هوت وليه استخدمات طبعا بنستخدمه. ممكن ما حسب الاستوانة اللي بركبها عليه دي. لما بقى الاستوانة بتقطع حديد. في استوانة بتقطع بها في الخرصنات. حسب الاستوانة اللي بريكيبها. في استوانة خاصة بالسراميك. وفي استوانة خاصة بالرخام. والجرانيت. فطبعا زي ما انتو عارفين شايفين كده الصاروخ بستخدمه في اغراء كسيرة وفي منه انواع كتير واحجام كتير. هنيجي بعد كده مقصة سامكاري. مقص asse ده عبارة عن مقص زي المقص اللي احنا بتستخدمه في البيت بس حجمه اكبر وطبعا كطاعه اكبر وبيبقى جامد شوية عشان بقص به الاسلاك الصلب واسلاك الرباط والصاج. زي ما احنا شايفين شكل اهو. ده شبه المقص العادي بالزبط. بس السلاح بتاعه قوي. زي ما انا شايف. برضو في منه اشكال كتيرة فيه السلاح بتاعه بمدبب كده. فيه شكل تاني بقى السلاح بتاعه مفلطح. وده بيستخدمه في ان انا بشكل به الشغل الصاج. والفرم بتاعتي بستخدمه بعد كده في الفرم. وبشكل بيه الصاج بتاعي. وبفرغ الشكل الحالية من على الصاج بتاعي. هتصرق لها بعد كده في الوحدات اللي هتيجي بعد كده للصف الاول. عندي بعد كده معدة او اداء اسمها ميزان شرب ليزر. الميزان ده بايه فايدته او بعمل بايه? ده بعمل بيه زوايا قايمة او باخد بالشرب او المناسيب. عندنا ده شكل الميزان اهو. فيه منه انواع في السوق. فيه منه آآ آآ خطين وفيه تلاتة خط طبعا الخطين ده اللي هو بيبقى رأسي وافقي. التلاتة خط بقى فيه خط تالت ميل. ده بقى زي ما نشايفين كده في الصورة ان انا بعمل بيه زاوية قايمة اتزاوية قايمة هي. او خط افقي مزبوط او خط رأسي مزبوط. وباخد بينه الشرب يعني انا لو انا الارتفاع ده متر مثلا هنا. الناحية التانية لنفس الخط ده يبقى ده الارتفاع ده متر. ده الشرب بتاعي. ده الشرب فلما ايس لو ايس من احادي لقيتها اكتر من متر يبقى انا عندي ميول في الارض دي. فده بيحدد بيه الشرب اللي انا كنت باستخدم زمان ميزان الخرطوم. يعني انا معيش الجهاز ده كنت باستخدم ميزان الخرطوم اللي احنا شرحناها في الحلقة السابقة. الميزان الخرطوم بيبقى فيه بملاء مية بمعبارة عن خرطوم عادي بس بكتر قليل بملاء مية. وبثبت الخرطوم على الخط دوت من اول ومن ناحية دي لغاية العلامة بتاعت المية. وبروح هسبته الناحية التانية وعن delعلامة الناحية التانية بتاعت المية باخد خط يبقى هو ده الشرب بتاعي يبقى ده المنسوب ده قده ده في الارتفاع يعني ده لو الارتفاع منصوب متر يبقى ده على ارتفاع منصوب متر طبعا دي اداة حديثة وسهلت علي العملية اكتر بدل ما بجيب الخرطوم هو من المية والخرطوم ممكن يقع الارض والمية تفضى وارجع عاملة تاني فطبعا جهاز الشرب ده سهل العملية اكتر وبيفيدني في الشغل وبيديني نتائج جيدة وفي نفس الوقت سريع